بعيدا عن أروقة السياسة والسياسين وانتخابات ديسمبر سنجد أن هناك منعطفا حدا يواجه القطاع الصحي في البلاد وربما يسبب تصدعا واضح العيان في الهيكل العام لهذا القطاع الذي إذا مال قليلا فقد يصبح آيلا للسقوط وهذا ما لا يحمد عقباه ولا يرغب في حدوثه أصلا فأزمة النقاب العام للأطباء قد وصلت إلى شفير التفاقم وتحاول جاهدة حماية نفسها من التهاوي فلو تهاوت ستشل جميع الكوادر الطبية في ليبيا النقابة العامة للأطباء كانت في وقت سابق قد دخلت في حالة إضراب عام ومفتوح عن العمل في كل المرافق الصحية والمستشفيات حتى يتم تحقيق مطالبها المتمثلة برفع رواتب الأطباء والأطقم الطبية المساعدة والعملين في القطاع الصحي والتي استمرت لعدة سنوات بلا تجاوب من السلطات رغم التحذيرات التي أطلقتها النقابة أكثر من مرة قبل اللجوء إلى الإضراب أضف إلى ذلك مطلبهم الآخر والمتمثل باعتبار من مات من أفراد الأطقم الطبية والمساعدة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا شهداء واجب وهذه الخطوة كان الهدف منها بحسب النقابة هو إجبار الجهات التشريعية والتنفيذية على التعامل بجدية مع مطالب النقابة لتمكينهم من رفع المعاناة عن القطاع الصحي خاصة في المناطق النائية كالجنوب التي يحتاج فيها المريض إلى قطع مئات الكيلومترات ليصل إلى مستشفيات المدن الكبرى للعلاج واليوم صرح رئيس نقابة العام للأطباء محمد الغوج بأن الإضراب الشامل ما زال مستمرا بكافة المرافق الصحية والمستشفيات الغوج أعرب عن استغرابه من تجاهل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لذلك الإضراب لافتا إلى أنهم قد يضطرون إلى تصعيد الإضراب وإيقاف حملة تطعيمات كورونا وإيقاف المسحات الخاصة بالمسافرين مطالبا الجهات المسؤولة بأن تلتفت إلى مطالبهم من ناحية المرتبات والعلاوات والإمكانيات والتدريب وتأمين الصحي من الواضح أن القطاع الطبي يمر بمفترق طرق وحالة اختناق تحتاج إلى السرعة العاجلة في الإنقاذ وتوخي الحذر فالإقابة العامة للأطباء هي جسم مهم في الدولة لا يمكن له أن يتعب فأرواح المواطنين وسلامتهم وصحتهم مرهونة بعض الله عز وجل بذلك الجيش الأبيض الذي إذا سقط ستسقط أجسام أخرى في الدولة فمن سينظر في أزمتهم ويحلها